يتوجه هؤلاء إلى قاعة مظلمة ليتناولوا الطعام يحاكون في ذلك تجارب عديدة على مستوى العالم لأماكن يتم فيها تقديم الطعام من قبل الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية مهرجان طعام تحت جنح الظلام بجامعة السلطان قابوس والذي يأتي تنظيمه من قبل مجموعة إبداع البصيرة يهدف إلى الاهتمام بقضايا المكفوفين وإبراز مواهبهم وقدراتهم التجربة ثرية جداً ومعيشة الواقع الكفيف مختلف تماماً بالنسبة للشخص المبصر وفعلاً أعتقد هذه التجربة تعزز الفهم العميق فيما يواجهه الكفيف من حيث التعامل ومن حيث أثناء التناول للطعام يجسد المهرجان جانباً من حياة الكفيف وكيفية تغلبه على الحواجز والعقبات والانتصار عليها فيبرز تمكنهم من العمل الميداني الهدف الأساسي من هذه الفكرة هو أن نحن ندخل زوار المهرجان ومرتاديه في قو من أقواء المكفوفين اللي هي الأكل في الظلام كون قزء لا يتقزأ يعني من الحياة فهو قزء أساسي لذلك اتخذناه كوسيلة لتقريب المجتمع بحياة دول إعاقة البصرية من خلال هذه الفعالية عامة المجتمع كان الجمهور المستهدفة من الفعالية والتي هدفت إلى تفعيل الدمج المجتمعي بين الأشخاص دول إعاقة البصرية والمبصرين من أجل التعريف بمهارات وقدرات الأكفاء فيه آلية معين نحن وفرنا أربع مطاعم موجودة هنا تقدر تختار من مينيو المطاعم اللي يناسب ذوقك وأيضا نفس الشيء اللي هو قبل اللي يتناسب ذوقك تختارها من المينيو ثم بعد ذلك يدخلوك للقاعة المخصصة للأكل وطبعا تكون بالظلام كامل يدخلوك اللي هم المنظمين المدربين مسبقا قرأنا عدد من البروفات في كيفية توصيل الطعام وكيفية الخال ناس وقاعات في الظلام سبحان الله هؤلاء المكفوفين كيف الله أخذ منهم نعمة البصر ولكنهم اشتغلوا بحواسهم الثانية كامل فحواسهم الثانية ممكنتهم يسوي أشياء احنا ما قدرنا نسويها وأنا تعلمت منهم أكثر من كيف هم ما تعلموا مني مضت على إطلاق أول فعالية لتناول الطعام تحت الظلام بجامعة السلطان قابوس عشرة أعوام وما زالت مجموعة إبداع البصيرة بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية تطور فيها فتضيف أركانا تعرض فيها إنجازات ذوي الإعاقة البصرية لتكون اليوم بمستوى مهرجان يحتوي فعاليات تقنية ورياضية وترفيهية يضيء المكان بنور متوهج وعزيمة ساطعة لشباب يتفوقون على أنفسهم ويتخطون العقبات موسى بن جعفر اللواتي موسقط 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 موسقط